السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم الدكتور مجي أحمد بلحاج من جامعة الجميع الزكية متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد سوف أكون معكم في مقرر حصول الإدارة في الانسيبول أوف مانيجمين القرض من هذا المقرر هو تعريف الطالب المفاهيم الأساسية للعملية الإدارية وبعرفت ما هي الوظائف الإدارية وغيرها من المفاهيم والأساسيات في علم الإدارة في البدء سوف نتناول الفصل الأول والذي يتحدث عن نظر عامة عن الإدارة overview of money mint متمنيا لكم التوفيق والنجاح بنهاية هذه المحاضرة نتوقع أن يلم الطالب عدد من المفاهيم والمعلومات التي تساعده في فهم العملية الإدارية في البدء سوف نتحدث عن discipline the meaning of management معرفة معنى ومفهوم إدارة الأعمال أو كلمة الإدارة وأنا عرفة تعريف المتعددة بالنسبة لعدد من الكتاب والباحثين أيضا نفهم ما المقصود بالمنظمة وكيفية أداء المنظمات نعرف ما هو تعريف المنظمة وما هو المقصود بالمنظمة سبقا كانت منظمة خاصة أو حكومية أو أي نوع من أنواع المنظمات في عالم اليوم ونعرف كيف تؤدي المنظمات عملها وكيف تصل إلى أهدافها أيضا explain the years and their times نعرف مفهوم المدير أو ما المقصود بالمدراء وما هي أنواع هؤلاء المدراء ونعرف ما هي الأدوار الأساسية بالنسبة للمدراء داخل الشركات essential roles of managers المدير عنده دور محدد داخل كل شركة نعرف ما هي الأدوار المرسومة أو الأدوار التي يقوم بها هؤلاء المدراء لإدارة الشركات أيضا نعرف ونستعرض المخارات الأساسية بالنسبة للمدراء داخل المدراء الشركات هذه هي المخرجات التعلم بالنسبة لهذه المحاضرة ونتوقع أن يلم الطالب بكل هذه المعلومات في نهاية المحاضرة وفي البدء نتحدث عن وطي الزمني منت ما هي الإدارة أو ما هو مفهوم الإدارة أولا يجب أن يعرف الطالب أنه علم الإدارة هو من علوم الاجتماعية والعلوم الاجتماعية علوم غير تابتة بالتالي يحصل فيه تعريفات كثيرة جدا لعلم الإدارة بتختلف من كاتب لآخر لكن كلها في النهاية تؤدي نفس الغرض أو نفس المفهوم طيب نستعرض التعريف الأول Monument is the process of working with people and resources to accomplish organizational goals أن العملية الإدارية هي وظيفة أو عمل مع الأشخاص والموارد لتحقيق أهداف الشركة أو أهداف المنظمة أنا عامل لك لون أحمر على بعض الكلمات هذه الكلمات مهمة سوف نستصحبها معا في دراستنا لهذا المقرر هذه الكلمات تحصلها مقررة كثيرة جدا في كثير من الشرائح بالتالي يجب التركيز عليها ومعرفتها وحفظها نرجع للتعريف أن علم الإدارة أو إدارة الأعمال بصورة عامة هي عبارة عن تجمع من الأشخاص يعملون معا بطريقة منظمة للوصول إلى أهداف الشركات وذلك من خلال استخدام موارد الشركة وحنجي نعرف ما المقصود بموارد الشركة شوف التعريف الثاني يتحدث عن أن إدارة الأعمال هي عبارة عن تجمع للعاملين الذين يعملون بكفاءة وفعالية وحنجي نشرح معنى الكفاءة وفعالية خلال هذه المحاضرة من خلال القيام بعض الوظائف الإدارية وهي التخطيط والتنظيم والتوجيف والرقابة هذه الأربع وظائف الإدارية هي اللوب العملية الإدارية وتمارس في كل الشركات حاليا في العالم كل الشركات تخطط وتنظم وتوجه وتراقب حتى تستطيع أن تصل لأهداف الشركة وذلك عن طريق استخدام الموارد المتاحة بالنسبة للشركة والموارد المتاحة في الشركات أو الموارد بصورة عامة تنقسم إلى نوعين من الموارد في موارد مادية وفي موارد بشرية الموارد المادية بتشمل الأموال والسيارات والمباني والأثاثات والآلات وكل المعدات أو كل الأشياء المادية الموجودة داخل الشركة يسمى موارد مادية أما الموارد البشرية هي العاملين داخل الشركة بالتالي غرض الإدارة هي الاستفادة من المواردين هذه الموارد المادية والبشرية بطريقة فعالة وكفأة حتى تستطيع أن تصل لأهداف المنظمة طيب ما هي أهداف الشركات؟ أهداف الشركات بصورة عامة هي تحقيق الربحية وفي عدد من الأهداف الفرعية ستعرضها خلال مرورنا على هذه المحاضرة مواصلة للتعريف الإدارة نحصل في عدد من الكتاب وكتبوا تعريف بتشابه بعضها البعض مصاردها بشيء من السرعة ومعنى الكلام هذا إنه علم الإدارة والإدارة هي بفرنا الحصول على الأشياء من خلال الأشخاص عدد من الأشخاص يديرهم مديرون يستطيعون تنسيق جهودهم والاستفادة بهم للوصول إلى غاية أو إلى هدف محدد لكن هذه الأشخاص أكيد سيكون منظمين في هيكل تنظيمي واحد يضمن تسلسل السلطة والأوامر لهؤلاء العمال لأداء أعمالهم بصورة فعالة وكفئة تحقق أهداف الشركة أيضا هذه الوظائف الإدارية الأساسية التي تمارس في كل شركة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة تأتي بالترتيب وتحصل أن التعريفات هذه كلها تصل في معنى واحد هنجي نجمعها في الأخير في تعريف واحد شامل لعلم الإدارة وإذا الطالب كتب أي تعريف من هذه التعريف يعتبر صحيح وتعريف أيضا شامل أيضا العملية الإدارية هي عملية التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة لكل جهود المنظمة وعضاء المنظمة خلال استخدام موارد المنظمة للوصول إلى أهداف الشركة الشركة أهدافة كثيرة جدا لكن كلها نستطيع أن نجملها في هدف واحد إذا كانت شركة خاصة طبعا هو هدف الربحية والنمو في أهداف فرعية يقول لك إنتاج منتج جديد مثلا أو خدمة جديدة أو فتح فرع جديد أو زيادة المبيعات أو التغلغل في السوق هذه كلها أهداف تؤدي إلى زيادة مبيعات الشركة زادة المبيعات أكيد ستزيد الأرباح بالتالي الأرباح هي الهدف الأساسي لكل شركة أما لم تكون شركة ربحية في شركات غير ربحية مثل منظمات العمل المدني وغيرها من الشركات الغير هادفة للربح مواصلة لتعريف علم الإدارة بصورة عامة نستطيع أن نعرف أنه عملية التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة للموارد المحدودة بصورة فعالة وبكفاءة عالية حتى تستطيع أن تصل إلى أهداف المنظمة في بيئة أعمال متغيرة أيضا الهدف النهائي للإدارة هو تعزيز الإنتاجية والأداء التنظيمي نرجع للتعريف الشامل هذا إن الإدارة تعرف على نطاق واسع جدا إنها عملية كل عملية تتكون من مدخلات ومعالجة ومدخلات أسف ومخرجات وعملية الإدارة في العادة تتكون من الأربع وظائف الأساسية لعلم الإدارة هي التخطيط، والتنظيم، والتوجيه والرقابة ندرسها في الجزء الثاني من هذا الفصل هذه الوظائف تأتي بالترتيب أولا التخطيط، ثانيا التنظيم وبعده التوجيه وآخر شيء هي الرقابة تتم بالترتيب يعني لا يمكن التوجيه قبل التخطيط لا أولا التخطيط وبعده التنظيم وبعده التوجيه وآخر شيء هي الرقابة وذلك هذه الوظائفة الإدارية تستطيع تدير الموارد المحدودة بصورة فعالة وكفأة حتى تستطيع أن تصل إلى أهداف الشركة في بيئة أعمال متغيرة ما المقصود بالبيئة المتغيرة بيئة الشركة البيئة التي تعمل فيها الشركات هي نوعين من أنواع البيئة في بيئة داخلية وهو بيئة خارجية التي تعتبر خارج الشركة البيئة الداخلية عبارة عن الأنشطة الأخرى داخل الشركة مثل نظام الإنتاج والتسويق والمالية والموارض البشرية والتخزين والشراء وغيرها من الأقسام داخل الشركة تسمى البيئة الداخلية أما البيئة الخارجية فهي تشميل المنافسين والحقومة والمستهلكون والمساهمون والموردين وغيرها من الأجزاء التي تؤثر على هذه الشركة وتتأثر بها هذه البيئة دائما الخارجية هي بيئة متغيرة كما حصل اليوم في جائحة كورونا أو حصلت مثلا كوارث أو حروب أو أي شيء أو ظهور منافسين جدد بمنتجات وخدمات جديدة كل هذه تصب في البيئة الخارجية بالتالي الإدارة وجدت للاستفادة من هذه الأشياء وتنظيم جهود هؤلاء الأشخاص والموارد عن طريق استخدام التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة للاستفادة من هذه الموارد بصورة فعالة وقفأة نحن نستعرض الفعالية والكفاءة في الخطوات القادمة من هذه المحاضرة نتحدث هنا عن خصائص الإدارة تحدثنا عن تعريف الإدارة وخلصنا إلى تعريف واحد وشامل وزي ما قلت لك عزيزي الطالب أي تعريف تكتب من هذه التعريف هو تعريف صحيح ومعتمد ويؤدي الغرض طيب نتعرب على خصائص الإدارة لعلم الإدارة عدد من الخصائص من الخصائص المهمة إن عملية الإدارة هي عملية متميزة بالتأكيد هي عملية متميزة لأنها تستطيع الاستفادة من الموارد المتاحة وتنظيم جهود العاملين بصورة فعالة وبصورة كفأة أيضا العملية الإدارية هي عملية منظمة أو نشاط منظم أكيد هذا التنظيم يأتي من خلال الهيكل التنظيمي الذي سستطيع الشركة تتعامل بكل سهولة وكل سيابية وتوزع السلطة والمزوليات على كافة العاملين بصورة تضمن أداء الأعمال بطريقة فعالة وبكفاءة عالية وأيضا الإدارة بصورة عامة تهدف إلى تحقيق أهداف محددة سلفا أكيد الإدارة في الشركات كل شركة عندها أهداف محددة سلفا بالتالي تستخدم مسيرة الإدارة للوصول إلى هذه الأهداف المحددة سلفا كل شركة عندها أهداف محددة تبغى الوصول إليه سواء كانت أرباح أو غير أرباح أو فتح بروع جديدة أو أي هدف من أهداف الشركات والمنظمات في عالم اليوم أيضا الإدارة هي عبارة عن علم وفن في نفس الوقت الإدارة علم باعتبار أنها تدرس كأحد العلوم الهامة جدا في عالم اليوم أيضا تحصل أنه الإدارة هي عبارة عن فن باعتبار أنه هناك ناس مهتوبين بطبيعتهم في إدارة الأشخاص لكن إذا تزاوج العلم مع الفن أكيد سيكون في فعالية وكفاءة عالية جدا في إدارة الشركات وهذا أفضل الأنواع المدراء حصل أنه هو متعلم وعنده شهادات في علم الإدارة وفي نفس الوقت مهتوب في إدارة الأشخاص وممكن تحصل متعلم لكن فاشف في الإدارة وأيضا ممكن تحصل واحد غير متعلم لكن عنده الفهم والقدرة وعنده الموهبة في إدارة متنظيم العمل بالنسبة للعاملين بعضهم البعض في هذه المناسبات الخاصة والعامة أيضا منحصل أن الإدارة هي مبادئ الإدارة هي عالمية بطبيعتها بمعنى أنه هذه المبادئ تمارس في كل بقاع العالم في كل الشركات تمارس العملية الإدارية خصوصا وظائف الإدارة الأربعة التي هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة تمارس على مستوى واسع جدا في الشركات العالمية أيضا منحصل أنه العملية الإدارية في العادة بتدمج العامل البشري مع الموارد المتاحة وذلك لتحقيق أخصى استفادة هذه الموارد والوصول إلى أهداف الشركة بصورة فعالة وكفأة تضمن استمرارية الشركة في عالم الأعمال خصوصا في البيئات المتغيرة زي ما حاصل في عالم اليوم تحصل في عدد من المتغيرات ودائما البيئة بالنسبة للشركات هي إما تمثل فرصة أو مخاطر إذا كانت فرصة يجب الاستفادة منها وإذا كانت مخاطر بالتالي يجب على الشركة أن تتجنبها وبنجي نعرف كيف تستطيع الشركات الاستفادة من هذه البيئة المتغيرة في نظام عملها في عالم الأعمال لماذا ندرس إدارة الأعمال ويستضي منجمينت في عدد من النقاط يجب الانتباه لها ويجب نجاوب على هذا السؤال عن طريق عدد من هذه النقاط أولاً أولاً ندرس إدارة الأعمال لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة باعتبار أن الموارد بيجد نادرة جداً سواء كانت هذه الموارد في باطن الأرض أو خارجها أو أي نوع من أنواع الموارد حتى الموارد البشرية بيجد تعتبر هي عبارة عن موارد نادرة طبعاً الموارد البشرية الكفاءات أو الأشخاص والخبرات العالية يحصل في منافسة كبيرة جداً عليهم من قبل الشركات العالمية أيضاً الموارد مثل المعادل وغيرها من هذه الموارد والبترول والمحروقات وأي نوع من أنواع المعادل أو أنواع الموارد حسب طبيعة نشاط الشركات بالتالي هذه الموارد تعتبر غالية ونادرة بالتالي الإدارة هي تعظم الاستفادة أو تستفيد من هذه الموارد لأقصى درجة منكرة أيضاً الإدارة بتواجه التزايد الحاد في عملية المنافسة على المدخلات والمخرجات في منافسة كبيرة جداً بين الشركات في عالم اليوم هذه المنافسة متزايدة والمنافسة هذه أكيد طبعاً الغرض منها الاستحواج على السوق وأكبر حصة سوقية أو الاستحواج على قطاع كبير في مجال عمل هذه الشركات ودائماً هذه الشركات اللي بتعمل في نفس الميال بتتنافس على الموارد أو المداخل أو المدخلات هذه المدخلات طبعاً بتكون عليها منافسة عالية جداً وسعارة غالية أيضاً أيضاً تنافس على المخرجات أو على السلع أو الخدمات التي تقدمها هذه الشركة أيضاً بنحصل أن الشركة بتعمل على تحسين أو العملية الإدارية بتعمل على تحسين جودة المنتجات والخدمات طبعاً الشركات بتنتج إما منتج أو خدمة طيب ما هو الفرق بين المنتج والخدمة طيب أنا هشرح لك هذا المعنى ويعطيك أمثلة تطعم تكون كطالب ومرض عليك الأشياء هذه وعارف بطبيعتك طيب الشركات بتنتج منتجات إذا كانت هذه المنتجات مادية مادية أو منتجات ملموسة مثل السيارات والجوالات والأقلام وأي شيء ملموس تسمى هذا منتج أما الخدمة في عدد من الشركات تتعطي خدمة ما بتبيع لك منتج الخدمة هي مقصودية إيش مقصودية مثلا مثل الخدمات الفندوقية والتعليم والصحة والفندقة والسياحة والطيران وغيرها من هذه الخدمات الغير ملموسة يعني تشتري خدمة مثلا محامي أو مستشار قانوني مثلا أعطا استشارة أو طبيب كانت أعطا خدمة مجرد ما انتهت الخدمة خلاص خلصت الاستفادة منها لكن السلعة هي بتجلس معاك مد طويل مثلا شركات بتعطيك منتج وتعطيك بعده خدمة مباشرة بتعمل على مزاوجة البيع الخدمات والمنتجات أو المنتجات والخدمات مثال شركة السيارات اشتريت منها سيارة باعتبار هي منتج واعطتك بعدها خدمة لمدة خمسة سنة أو ضمان على الصيانة أو ضمان على كيلومترات محدد بالتسال هذه خدمة طيب شركة اعطتك خدمة وعطتك بعدها منتج مثال دخلت مستشفى خاص للعلاج لابدت طبيب هذه خدمة كتب لك أدوية هذه سلعة بالتالي الإدارة تعمل على تحسين هذه السلعة والخدمات حتى تلبي طموحات ورغبات المستهلكين بالتالي بالزيد المبعاد بالتالي زاد الأرباح أيضا الإدارة بتعمل على الضبط وتخطيط التغيرات التي تحصل في بيئة الأعمال وزي ما ذكرت أن هذه التغيرات هي إما عبارة عن فرص أو عبارة عن مهددات أو مخاطر إذا فرص يجب على الشركة والاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية وإذا مخاطر محاولة التجنب هذه المخاطر أيضا علم الإدارة أو الإدارة بصورة عامة بتعمل على اتفاق بين الرئيس والمرؤوس وبين العمال أو بين الأطراف الخارجية أخي الشركة بتنظم سير هذه العملية وبتضمن لكل العاملين حقوقهم مع الإدارة والأطراف الثانية أن يتعامل معها الشركة كما كانت دولة أو شركات أخرى أيضا الإدارة بتفتح طريق للوظائف وهذه الوظائف في بعض الوظائف تحصل أنه المخصصات عالية جدا وفي الرضا وفي الرضا وظيف بالنسبة للعمال كل هذا بسبب الإدارة أيضا الإدارة هي بتعمل على معالجة أو تقدم فرصة صعبة ومثيرة لبعض العاملين في بعض الأشخاص يبحثون عن الإثارة والتجديد والاختراع والتكيف مع الفرص الجديدة بالتالي الإدارة بتوفر فرصة صعبة ومثيرة وإبداعية للعمل الهادف للوفاء والولاء من نسبة للعمل انتجاه شركاتهم ومنتجاتهم أو تجاه المكتبع الذي يخدمونه تعرفنا على لماذا ندرس إدارة الأعمال وعرفنا ما هي خصائص الإدارة نأتي إلى الجزء الثاني أو الهدف الثاني من هذه المحاضرة وهو نعرف ما المقصود بالمنظمة قبل البدء في ما المقصود بالمنظمة أو إجابة على هذا السؤال What is an organization يجب على الطالب أن يلين بعدد المفاهيم حول الشركات أولا بالنسبة للتسمية بتحصل في بعض الأماكن تسمى الشركة أو منظمة أو مؤسسة أو مشروع كل هذه تسميات واحد كلها تؤدي نفس المعنى ونفس الغرض وهو كلمة organization أو منظمة كلمة منظمة جاية من التوظيم إن هؤلاء الأشخاص منظمين بصورة معينة في رابط واحد في منطقة واحدة تسمى بالتالي منظمة والمنظمة هي مجموعة من الأشخاص الذين يعملون معا بطريقة منظمة لتحقيق غرض مشترك share paper أو غرض واحد هؤلاء هم الأشخاص موجودين داخل الشركة يعملون معا بطريقة منظمة طريقة منظمة معناها يحدهم هيكل تنظيمي واحد هذا الهيكل التنظيمي يعمل على توزيع الصلاحيات وتوزيع السلطة وتسلسل الأوامر والجوب ديسكريبشن أو الوصف الوظيفي بمعنى ماذا أنت تعمل في هذه الشركة ما هي المهام الأطلوبة منك ومن هو المسؤول عنك وعلى من أنت مسؤول تسمى هذه منظمة أيضا المنظمة بصورة عامة هي تجمع كبير جدا لعملي للوصول لهدف محدد أو هدف مرسوم سلفا هذا الهدف تم رسمه في عملية التخطيط تم رسمه عن طريق الإدارة العليا زي ما سنجد نعرف المستويات الإدارية بالنسبة للشركات الثلاثة مستويات إدارية أيضا ممكن استطيع أن نعرف الإدارة المنظمة على أنها تهتيب متعمل للأفراد لتحقيق هدف المشترك أي واحد من هذه التعريف يؤدي نفس الغرض مواصلة لما المقصود بكلمة موظمة هي عبارة عن تجمع أو اتفاق عدد من الأشخاص والموارد للوصول إلى هدف محدد الوصول الوصول هذا التجمع أو هذا الاشخاص يتجمعون بطريقة منظمة استرقت دوية زي ما قلت لك الاسترقت دوية معناها هيكل تنظيمي ممكن تكون مثلا قسم أو عمل خاص أو شركة خاصة أو شركة عامة ممكن شركة حكومية مثلا وزارة أو مؤسسة أو شركة غير ربحية من منظمات العمل المدني في أي شركات كثيرة جدا أو منظمات كثيرة جدا شركات أو منظمات غير ربحية زي منظمات الصحة العالمية واليونيسيب وغيرها من المنظمات التي تعمل على الإغاثة وعلى تنمية المجتمعات وكثيرة هي لا تحسب هذه منظمات غير ربحية ممكن تحصل شركة خاصة زي ما حاصل اليوم مثلا تايوتا والأبل وسامزونج وهواي وغيرها من الشركات العالمية والشركات داخل البلد ممكن تحصل هذا التنظيم عبارة عن جزء محدد قطاع أو فرع لشركة كبيرة وممكن تحصل في وزارة الوزارات مثلا مزارة الحكومية هي عبارة عن منظمات أيضا يعتبار أنها منظمات غير ربحية أو منظمات حكومية لأنه تحصل في الوزارة في هيكل تنظيمي من الوزير إلى أصغر موظف كل هذه الخصائص بين نظم المنظمات بتجتمع أو كل التعريف هذه بتجتمع في ثلاثة أشياء إن المنظمة لها خصائص مشتركة باعتبار أنها لها هدف محدد كل الشركات لها هدف محدد باختلف حسب طبيعة فشار الشركة وحسب طريقتها لأداء أعمالها لكن في النهاية عندهم هدف أيضا تتكون من مجموعة من الأشخاص ويجتمعون معهم بطريقة منظمة أو مقصود الهيكل التنظيمي هؤلاء الأشخاص والهدف هذا كله يجمعون هيكل التنظيم واحد الغرض من كل الكلام هذا هو الوصول إلى هذه الغايات وتحقيق أهداف الشركة الرسم التالي يوضح بالضبط تعريف المنظمة المنظمة تتكون من الأشخاص goals أو الأهداف والresource طيب الأشخاص داخل الشركة أو المنظمة ثم العاملين بدءا من الإدارة العليا والإدارة الوسطى والإدارة التنفيذية وبنجي نعرفهم خلال هذه المحاضرة كل هؤلاء الأشخاص طبعا حسب مقدراتهم الأكاديمية ومهلاتهم الأكاديمية وحسب خبراتهم وطول مدة عملهم داخل الشركة ينظمون بصورة محددة بترتيب سلسل أوامر محدد أيضا هؤلاء الأشخاص يعملون كلهم معا لتحقيق هدف الشركة أو أهداف والغايات من هذه الشركة طبعا كما قلت لك موضوع الهداف هذه تنصب كلها في موضوع الربعية والاستمرار في عالم الأعمال المتغير وكل هؤلاء الأشخاص يعملون على الاستفادة من الموارد المتاحة داخل وخارج الشركة لتعظيم عملية الربحية وتعظيم استمرارية الشركة في تقديم خدمات أو منتجات تلبي طموحات المستهلكين وتعمل على تحقيق أهداف الشركة بالاستمرار والنمو في عالم الأعمال عرفنا المنظمة ونأتي ونعرف كيفية أذاء الشركات أو كيف تعمل الشركات بالتالي بنحصل أن مقياس الكفاءة والفعالية للمديرين في إدارة شركاتهم هو استخدامهم للمغارد المتاحة بصورة فعالة وقفأة حتى تستطيع أن تحقق أهداف الشركة هذا هو المقياس الأساسي لمدى فعالية وكفاءة المدراء في الاستفادة من الموارد وتنظيم جهود العاملين الشركة للوصول إلى أهداف الشركة النهائية في هذا الصياق هذا الحديث سوف نتعرف على مفهومين وكفاءة 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 وفعالية نعرف ما المقصود بالكفاءة وما المقصود بالفعالية الكفاءة هي مقياس لمدى جودة أو كيفية استخدام الموارد لتحقيق هدف ما أنا عندي موارد محدودة أبغى أستفيد من هذه الموارد للوصول إلى هدف محدد أو إنتاج منتج أو إنتاج سيارة مثلا طيب هذه الموارد في بعض الشركات تحصل أنه في استخدام جيد جدا لهذه الموارد تستطيع أن تصل لهذه المنتج النهاية بصورة طيبة أو بأقل تكلفة أهم شيء أقل تكلفة هذه هي لبة عملية الكفاءة لماذا؟ لأنه إذا قلت التكاليف زادت الأرباح والعقس صحيح مثلا نفس السيارة هذه كلفتني مثلا 40 ألف ريال طيب وبيعتها بـ 100 ألف بالتالي الربح 60 ألف ريال والعقس إذا أنا كلفتني 80 ألف ريال وبيعتها بـ 100 أربح 20 ألف طيب لماذا نضربت لك هذا المثل لأنه الاستفادة من الموارد أو تغليل التكاليف يعمل على زيادة الأرباح واحد الثاني ممكن يطلع هذه السيارة بـ 90 ألف ويبيع بعشرة بالتالي هو ما ربح حاجة كثيرة بالتالي مقياس أو الكفاء هي مقياس اللي باستفادة من الموارد المتاحة لأقصى درجة ممكرة بتلاعز هذا الشيء الآن في عالم اليوم الشركات بدأت تنتج منتجات ضعيفة جدا خصوصا للمنتجات الصينية أو المنتجات غير الموثوقة الغرض من هذا الكلام هو إنتاج منتجات ضعيفة هو زيادة الأرباح يعني يبيع لك منتج ما عنده استمرارية يكسر فيه الثاني يوم أو أول يوم من الاستخدام أو ما يعيش معاك فترة طويلة هذا معناها غيش تياري وغيره هو السبب هو الموضوع تقليل التكاليف طيب الفعالية الفعالية هي مغياز لمدى ملائمة الأهداف التي تزعلها المنظمة ودرجة تحقيقها هل هذه المنظمة موصلت لهذه الأهداف إذا وصلت لأهداف بصورة كفأة وفعالة تسمى هذه الفعالية أو الأهداف هذه تم تحقيقها بصورة طيبة مواصلة لموضوع الكفاءة والفعالية نحصل هذا الرسم ويشرح لنا معنى الكفاءة الكفاءة هي استخدام الموارد استخدام لأقصى درجة ممكن فمش استخدام فقط هو عبارة عن الاستفادة منها لأقصى درجة ممكن لدرجة إنه تقليل التكاليف أو تخفض كل الخسائر تكون التكاليف قليلة جدا تسمى هذه الكفاءة طيب الفعالية هي الوصول للأهداف goal attainment وإذا وصلت للأهداف بصورة عالية بالتالي تسمى هذه فعالية طيب أنا أضرب لك مثال بسيط جدا على موضوع الكفاءة والفعالية مثلا إنه لعب كورة يكون طبعا لديه مهارات وقدرات عالية جدا هذا يسمى كف أما إذا هذا الشخص لم يسجل أهداف معناها غير فعال العكس صحيح واحد يسجل الأهداف وهو في النهاية الغرض من كرة الغرض هو تسجيل هدف طيب أعتبر الهدف هذا هو هدف شركة أو اللعبة هي عبارة عن شركة هذا اللاعب يسجل هداف لكن ليس لديه مهارات كثيرة بالتالي يسمى هذا فعال في النهاية يجيب لك هذه اللاقوان تضمن لك النتيجة أو تصل إلى الهدف النهاي هو تحقيق الفوس في المباراة هذا يجاب له الهدف بالتالي يسمى هذا فعال وهذا كف لكن إذا مثلا زي ميسي أو كريستيان يسمى هذا لاعب كف وفعال في نفس الوقت لديه مهارات ويحقق في نفس الوقت أهداف بالنسبة للفريق بالتالي نفس هذا المثال تطبق على الشركات الكفاءة والفعالية الغرض منهما هو تخفيف التكاليف أو تقليل التكاليف لأخصى درية ممكن والوصول في نفس الوقت للأهداف بأي أسلوب بالتالي تحصل أن الإدارة تسعى إلى خف أو موارد قليلة جدا أو تكاليف قليلة بالتالي تسمى فعالية أو كفاءة عالية ووصول عالي جدا للأهداف تسمى فعالية عالية إذا حصلت الشركة لديها المتغيرين هذول المرتفعين High 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 Efficiency أو High Effective معناها هذه الشركة ناجحة جدا في أداة أعمالها وبنجي نعرف في الشكل القادم كيف تستطيع شركات المزاوية بين الفعالية والكفاءة بصورة طيبة وصورة مثالية مواصلة للكفاءة والفعالية زي ما قلنا في الشريحة السابعة إن الكفاءة هي الوصول للأهداف والكفاءة هي تخفيض التكاليف بنجي نحصل الشكل هذا هنا عندنا الكفاءة وهنا عندنا الفعالية طيب هذه المربعات طبعا بيتمع عن طريق هنا الكفاءة مثلا هنا High مرتفعة وهنا منخفضة إذا الشركة لديها الكفاءة مرتفعة والفعالية منخفضة بنحصل إنه النتيجة لهذا النوع من أنواع الشركات إنه المنتج بيكون مطلوب بالنسبة للشركة للمستهلك لأنه باعتبار إنه الكفاءة عالية التكاليف قليلة بالتالي المنتج مطلوب لكن في نفس الوقت غالي هي الشركة أنتج منتج رخيص جدا بالتالي هي كفاءة لكن إذا كانت الفعالية منخفضة هذه الشركة ستعمل على زيادة السعير بالتالي تحصل المنتج غالي إذا كانت الكفاءة منخفضة والفعالية والفعالية منخفضة طبعا هذا أسوأ شيء في الشركات تحصل المنتج غير مطلوب بالنسبة لل المستهلك وفي نفس الوقت غالي أنا ما أرغب ما أريد أن أشتري هذا المنتج غالي وردي الصناعة في هذه الحالة طبعا وضع معطوب بالنسبة للشركات طيب إذا كانت الفعالية عالية والكفاءة منخفضة زي ما حصل هنا في هذا المربع إذا كانت الكفاءة الفعالية عالية والكفاءة منخفضة طيب هذا النوع بتكون الجودة عالية جدا لكن المستهلك ما يرغب في هذا المنتج بالتالي أيضا هذه حالة معطوضة طيب الشيء الأخير إذا كانت الكفاءة الفعالية عالية والكفاءة عالية هذا طبعا الوضع المثالي لكل الشركات بالتالي يكون المنتج حسب رغبات المستهلك وجودته عالية وفي نفس الوقت السعر متاح زي ما بيحصل اليوم في عالم السيارات وعالم الجوالات بتحصل فيه منتجات بتلب طموحات المستهلكين بعض طموحات المستهلكين وزواقهم بيقة متغيرة في العالم اليوم وبالتالي بتحصل ان المنتج هذا مثلا لشركة أبل أو سامسوك أو غير كل الناس شائعن جوالات هذه الشركات هواوي هونر وغير من الشركات الكبيرة المنتج كفاءته عالية وجودته كويسة استمر معاك العدد من السنين طبعا حسب استخدامك وفي نفس الوقت في متناول تشتري كل حجم نشتري جوال حسب إمكاناته بالتالي هذه الشركات تسمى أو تعمل بكفاءة عالية وبفعالية عالية للوصول إلى أهدافها بصورة طيبة طيب نتحدث عن المنظمات المتغيرة The Changing Organization عندنا نوعين من أنواع المنظمات في منظمات تقليدية Traditional Organization Contemporary Organization كل واحد عندها عدد من الصفات استعرض هذه الصفات من المهم جدا أن نعرف أنواع هذه المنظمات أولا المنظمات التقليدية نحصل هذا النوع من أنواع المنظمات ثابتة أو Stable ثابتة ببعنا أنها لا تغير في طريقة عملها و لا تجدد ثابتة لها عدد من السنين نفس الأشخاص ونفس الأجسام ونفس المنتجات ونفس الخدمات هذا النوع من النوع الشركات يطلع من عالم الأعمال لأنها يجب أن تجدد نظام أو طريقة عملها وتجدد نشاطها حتى تستطيع الاستمرار أيضا بنحصل هذا النوع من النوع الشركات أو التغليدية هي Enflexible أو غير مرنة المرونة المقصودية المرونة المقصودية إنها تكون تتكيف مع الأحداث الحاصلة أيضا بتحصل إنه هذه الشركات عبارة عن Job فوكست أو عندها وظائف محددة أو عندها هدف محدد واحد فقط يعني ما عندها أي طموحات إنها تغير طبيعة مشاط أو تنوع في منتجاتها أو خدماتها ودائما ودائما العمل فيها محدد من الوظيفة فقط يعني ما عندها علاقة بالمغدرات العقلية ولا مهارات أو أي شيء الوظيفة محددة إن تبتأدية وخلاص مطلوب منك هذه الوظيفة لا يوجد أي جديد أيضا تحصل أنها المواجهة دائما في هذه الشركات مواجهة فردية وإنبيديو وأريندي وأيضا الوظائف دائما تحصل الحص الموظف في وزائر جارس 30 سنة في وظيفة واحدة يعني ما في جديد بالنسبة لي وشغل روتيني ومكرر أيضا القيادة واحدة وموجهة commanded oriented دائما بالحص لأن القيادة عند شخص واحد الشركة كلها يدير شخص واحد وموجهات واحدة ومعروفة يعني كل الناس حافظة عليها بتعمل أيضا القوانين بتحصل دائما موحدة بالنسبة للشركة والتجانس نسبي إذا كان فيه عدد من العمال كبير بتحصل بناتهم ما في علاقات كبيرة أو ما مجانسين أو لا يعملون مع بعض هم البعض كثيرا كل واحد يؤدي عمل محدد منطلوب منه وخلاص أيضا العمل محدد يعني في اليوم بعد الساعات مثلا من 9 صباح إلى 5 أو من 8 إلى 4 أو أي وقت محدد يعني بساعة الدوام الطويلة حسب البلد وحسب طبيعة مشاد الشركة والعلاقات داخل الشركة دائما متحصلة هرمية يعني من أعلى إلى أسفل فقط يعني التعليمات تأتي من أعلى إلى أسفل لكن لا توجد أي مشاورات في مستوى أوفغي داخل الشركة أيضا العمل محدد بساعات العمل فقط مجرد من انتهت ساعة العمل خلاص ما في عامل ثاني تستطيع تعطيه أمر لأداء عمل محدد خلاص انتهى للدوام ما عندك عليه السلطة ولا أنا عندي عمل في البيت بعمل لصالح الشركة أو خارج المنزل أو أي منطقة أخرى طيب هذه هي المنظمات التغليدية نشوف المنظمات المعاصرة بتحصل أن الشركة دائما دايناميك أو متحركة غير ثابتة بتغير في أنشطة كل فترة والأخرى وفليكسبول عكس هذه غير مرينا أما هذه الشركة المعاصرة هي شركات مرينا بتحصل أنها دائما في حال التغيير مستمر أو تتماشى مع كافة الظروف عن طريق إضافة أو حسف منتج أو سلعة أو خدمة أو أي شيء أيضا بتحصل أنه في أكسام جديدة تعمل على حسف وإضافة الأكسام وتعيين أشخاص جدد وهكذا وفتح فروع جديدة المهم شركة غير ثابتة يعني مرينا وتستطيع أن تتعايش مع كافة الأوضاع ودائما تركز على المهارات skills وقصد تركز على مهارات العاملين ومهارات الموظفين وتأهيلهم وخبرتهم العملية العمل فيها ما بالوظيفة فقط يعني عن طريق التاسكس تاسكس مع أنها أعطيك مهمة محددة تخلصها ممكن عامل خلصها أو موظف خلصه في ساعة أو موظف تاني خلصه في أربعة ساعة خلاص أنا أطلب منك المهمة هذه تخلصها وخلاص أيضا العمل يعتمد على التيم ويرك أو يعملون مع نوع مال يعملون في شكل قروبات تيم ويرك طبعا هذا من المفاهيم الحديثة وبقد هي كل الشركات تعتمد على هذا الشيء أيضا العمل موقت يعني ما ثابت ما عنده ما تشتغل من سبعة صباحا مثلا إلى ساعة اثنين بهور لا العمل يمكن في اليوم تشتغل أربع ساعات خمسة ساعات تخلص طبعا هذه دائما تظهر في شركات البرمجيات الشركات المعاصرة الشركات الحديثة هذه نحصل شغال في بيته وهي الشركة في أمريكا وعندك أشياء محددة في اليوم تخلص في ساعة وخلاص انت خلصت عملك أيضا في هذا النوع من الأعمال في علاقات متعددة كثيرة جدا باعتبار الشركة عالميا تحصل فيها عدد كبير جدا من العاملين أو الشركة نفسها عاملة تعاقدات أو اندماج مع عدد من الشركات الأخرى تحصل فيه علاقات متعددة بين الشركة والمشاركين الآخرين لمصالح الشركة أيضا العمال داخل الشركة تحصل من جنسيات مختلفة وأيضا هلو الأشخاص يعملون من أي مكان في العالم في أي زمن يعني ما حاجة محددة زي ما قلت لك تحصل هذه أنواع الشركات الشركات الألكترونية أو لديها عمل ألكتروني أو تعليم عن بعد أو أي نوع من أنواع الشركات الحديثة هذه طبعا بيقات الآن مسيطرة على عالم الأعمال وطغط على المنظمات أول الشركات التقليدية التي لا تطور من طريقة عملها طيب نتحدث في هذه الجزئية عن الماناججر أو المدراء باعتبار أنهم راس الربح داخل الشركات نعرف المدير المدراء هم الأشخاص المزولين عن إدارة وتنظيم جهود العاملين داخل الشركة أيضا موارد المنظمة للوصول إلى الأهدام زي ما ذكرنا سابقا أن الشركات بصورة عامة تتكوى من عدد من العاملين وبها عدد من الموارد سواء كانت مادية أو بشرية مهمة المدير في هذه الشركة هو قيادة وتوجيه هؤلاء الأشخاص لأداء الأعمال وتحقيق أهداف الشركة بصورة فعالة وبكفاءة عالية أو المدير هو شخص ينسق ويشرف على عمل العمال لتحقيق أهداف الشركة كل هذه التعريفات تؤدي نفس الغرض وأي تعريف يكتب الطالب هو صحيح بالنسبة لنا طيب المدير أيضا هو الشخص مسؤول مزئولية مباشرة أو أولية أو مزئولية الأساسية هو أنه يهتم بسياسة الشركة وتنفيذ العملية الإدارية داخل الشركة العمليات الإدارية زي ما ذكرنا هي عبارة عن الوظائف الإدارية تحصل المدير يمارس التخطيط والتنظيم والتوييف والرقابة والمدراء في هذه الحالة ليس مدير الشركة فقط كما تفهم هذا النقطة أن المدير مقصود به هو رئيس لوحدة أو رئيس قسم وتحصل الشركة فيها مدير وفيها نائب مدير وفيها رؤساء أكسام لأننا نعرف هذه التقسيمات بعد شوية كلها لا تسمى مدراء يعني حتى لو كنت رئيس للجنة أو رئيس لقسم محدد أو دي بارتمنت باعتبار أنك مدير لهذا القسم كلمة مدير لا تقتصر على مدير الشركة فقط حتى الإدارات الدنيا تحصي فيها عدد من المدراء يشرفون على عدد من العمال بالتالي هؤلاء الأشخاص هم مزولين ومزولين مباشرة على تحقيق أهداف الإدارات والاستفادة من القوة العاملة الموجودة أيضا المصادر الموجودة داخل الشركة طيب نشوف ما هو أنواع المدراء في عدد من المدراء زي ما ذكرت في الشريحة السابقة أن المدير لا يقتصر على مدير الشركة فقط طيب عندنا ثلاثة مستويات للسلطة داخل الشركة هذه مستويات أساسية تحصل في معظم الشركة المستوى الأول هو أو مستوى الإدارة الدنيا هذا يكون في أسفل الهرم زي ما ظاهر لك هنا في أسفل الهرم التوظيمي بالحص الهولاء الناس من النوع من المدراء والنوع الثاني هو ميدل مانيتجر أو المدراء الوسطى أو المدراء الموجودين في الإدارة الوسطى ونجي نتعرف عليهم بشيء من التوصيل أيضا النوع الثالث هو الطب مانيتجر أو الإدارة العليا هذا في أعلى الهرم نشوف ما هي مهام وما هي وظائف وكل شيء يتبط بأنشطتهم هذا النوع من التكسيم حسب السلطة في مدراء حسب التخصص أو حسب نقاط الأنشطة في فكشنال مانيتجر أو مدراء وظيفيين يعني مدير الوظيفي يتحصل في قطاع محدد وفي جنرال مانيتجر جنرال مانيتجر يتحصل أنه مدير عام أو مدراء العقوب أو مدير لقطاع محدد مثلا من كالراجع مثلا فيه عدد كبير جدا من الأفرع في السعودية يكون مقسم الفرع الرئيسي في الرئاب يكون مقسم الأفرع الثانية على حسب القطاعات قطاع الجنوب مثلا أو القطاع الشمال قطاع الجنوب مثلا فيه عدد من الأنشطة عدد من الأفرع يكون فيه مدير عام مشرف على هؤلاء الأشخاص طيب أما المدير الفرع مثلا أبهى أو خميس مشيط يكون متخصص في عملية المصارف والبنوك يسمى هو هنا مدير وظيفي طيب وحسب الأنشطة وحسب النطاقة المزولية فيه line manager وفيه staff managers line managers معناه مدير تنفيذي يكون رئيس لعدد العمال دون جزء محدد من العمل في عملية الانتاج مثلا أو في الخدمات أما staff managers هم مدراء الموظفين طيب نمشي لمستويات managers حسب التقسيم السلطة داخل الشركة وهذا هو الأهم هذا هو تقسيم يشمل كل أنواع المدراء في الشركة أولا top managers top managers طبعا هما في أعلى سلسلة أو الهرم الوظيفة في الشركات وهؤلاء الأشخاص هما عبارة عن المدراء العموم وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين بصورة عامة وهدف الأساسي لهؤلاء الأشخاص أو أنشطتهم أو وظيفهم هو وضع الأهداف طويلة الأمل وأيضا مسح البيئة والتخطيط بصورة عامة واتخاذ القرارات بالنسبة للشركات أو لنسبة لسير العمل ويضعون الخطط الاستراتيجية هذه هم الشركة خطة استراتيجية معناها خطة طويلة المدى تتراوح بين عشر سنوات وأعلى ممكن تكون عشرين سنة مثلا زي الرؤية عشرين ثلاثين هذه ثم خطة طويلة المدى أو خطة استراتيجية لأن دائما الخطة الاستراتيجية تضعها الدول خطة استراتيجية تتخطط لأبعد خمسطار سنة عشرين سنة يكون وطعها كيف يسمى خطة استراتيجية هذه هي من مهام الطب من يجرسوا دائما في العادة تصلصل السلطة داخل الشركات الأوامر تأتي من أعلى إلى أسفل طيب من أسفل إلى أعلى تكون في شكل اختراحات باعتبار أنه هنا المدراء لا يستطيع أن يعطي أمر لهذا المدير في أو المدير العام بالتالي يعطيه اختراح يترح فقط باعتبار أنه محتق بالعمال ومحتق بطبيعة العمل طيب المدل من الجرس أو الإدارة الوسطى هؤلاء المدراء يرفعون تغاريرهم مباشرة للإدارة العلية وهؤلاء النوع من المدراء مثل المدراء الإنتاج ومدراء التسوير ومدير الموارد البشرية ومدير التخزيم أو الشراء ومدير المالية أو الحسابات وغيرها من المدراء في الإدارات الوسطى هؤلاء ينفذون دائما الخطط الموضوعة من قبل الإدارة العلية ويعملون على الإشراف على الإدارة الدنيا ويخصصون الموارد بالنسبة لقطاعاتهم أو بالنسبة لأكسامهم وهدفهم الأساسي هو تطوير ودفع الأنشطة لتحقيق الخطط وتحقيق أهداف الشركة أما فرسلاي من يجه أول تسمى الإدارة التنفيذية في بعض الحالات وفي بعض الحالات تسمى الإدارة الدنيا وفي النهاية تتعدد المسميات ولكن المعنى واحد هؤلاء المدراء مهمة هو الإشراف على المباشر على العمال هم يقوم مزولين مزولية مباشرة عن العمال ويجد المزولين مزولية مباشرة عن العمليات التي تتم داخل الشركة وكل التقارير هنا ترفع إلى الإدارة الوسطى والإدارة الوسطى بدورها ترفع التقارير للإدارة العليا بالتالي لو حصلت المدير في الإدارة الدنيا لا يستطيع أن يرفع تقرير مباشرة للإدارة العليا لا يرفع أولا هنا لمدير المباشر مثلا مدير يرفع إلى المدير العام هذا هو مستويات المدراء في معظم الشركات أو كل الشركات العالم تستخدم هذا النوع من أنواع الهيكل التنظيمي وذلك لتسهيل العمل وتحقيق أقصى درجة من الاستفادة من الإمكانات سواء كانت مادية أو بشرية في هذا الشكل يجب أن نعرف ما هي الأوقات ما هو الوقت الذي يقضيه معظم المدراء الوظيفين في الشركة على أداء أعماله عندنا هنا التخطيط هذه الوظائفة الإدارية التخطيط تنظيم توجيه رقابة أيضا هنا عندنا الإدارة العليا الإدارة الوسطى والإدارة الدنيا أو الإدارة التنفيذية نبغى نعرف ما هو الوقت الذي يقضيه هؤلاء المدراء في العمليات الإدارية طيب من الشكل واضح جدا أنه مثلا نأخذ top manager أو الإدارة العليا دائما الإدارة العليا تقضي وقت كبير جدا في عملية التخطيط يعتبر أن هذا اللوب العملية الإدارية وصميم عملهم هو تخطيط وضع الخطط الطويلة وتفصيلها لتنفيذها من قبل الإدارات الثانية أيضا يقضون وقت كبير جدا في عملية التنظيم وتحديد الهيكل التنظيمي ووضع المزوليات وتحديد الوظائف والوصفة الوظيفة job description وتجميع العاملين في قطاعات محددة أما عملية التوجيه بتحصل أنهم بيأخذوا وقت أقل في عملية التوجيه لأن هذه ما من صميم عملهم هما يراغبون وي شيء لكن ما مثل الإدارة الدنيا لاحظ الإدارة الدنيا هنا لأنهم محتكين بالعمال عملية التوجيه عندهم كبيرة جدا طيب أما الرقابة أيضا يمارس المدراء في الإدارة العليا نوع من أنواع الرقابة لكن ما بصورة واسعة يعني لو بتحصت الرقابة بتحصيلها أكتر من هؤلاء الإدارة الوسطى والإدارة الدنيا لكن أكتر شيء عندهم هو عملية التخطيط والتنظيم لأنهما مهمين جدا لتحقيق سير العمل بصورة فعالة طيب الإدارة الوسطى بتخطط أيضا عندها جزء كبير جدا المدراء ينفقينه على عملية التخطيط طبعا باعتبار أنهم يطوروا الأعمال ويشرفون على الإدارة التنفيذية أيضا التنظيم عندهم بصورة أيضا أقل من التنظيم في الطب من اليدارة أو الإدارة الأولية أما عملية التوجيه لو بتلاحظ أنه الزمن هنا زاد عملية التوجيه بالنسبة للإدارة الوسطى باعتبار أنهم يشرفون أيضا على المدراء في الإدارة الدنيا وقريبون أيضا من العمل أما الرقابة أيضا يمارسون الجزء البسيط من الرقابة طيب نجي للنموذج الثالث والأخير هو أو المدراء التنفيذيين أو المدراء في الإدارة الدنيا بالحص لأنه عملية التخطيط عندهم زمن قليل جدا ليه لأنه أصلا هي جاهزة من اليدارة العليا والوسطى جاهزة الخطط وما عليك إلا تنفيذ أيضا عملت التنظيم قليلة لكن تعال شوف عملية التوجيه التوجيه طبعا هو الغرض منه مراغبة العاملين والتأكد من أنهم يدون أعمالهم بصورة فعالة وصورة طيبة حتى استطيع الشركة الوصول إلى أهدافها بكفاءة وفعالية أيضا عملت الرقابة عندهم قليلة أقل من الإدارة العليا باعتبار أنهم منتج المنتج وبعدها نتجي عملية الرقابة النهائية من طبال الإدارة الوسطى والإدارة العليا طيب خلصنا من أنواع المدراء والمستويات الإدارية والوقت الذي يستقطعينه في عملية الإدارية نأتي إلى دور المدراء أو ما هي الأدوار التي ألعبها هؤلاء المدراء داخل الشركات عندنا ثلاثة أنواع أساسية من أدوار المدراء أولا في إنتر بيرسونال رول أو الدور الشخصي وإنفور إنفورمانال رول أو الدور المعلوماتي ودستشنال رول أو دور اتخاذ القرارات هذه ثلاثة أدوار أساسية يلعبها معظم المدراء داخل الشركات دور شخصي ودور معلوماتي ودور اتخاذ القرار طيب عندنا ثلاثة أدوار أو الدوار المدراء الدوار الثلاثة الأساسية وهي الدور الشخصي ودور المعلومات ودور اتخاذ القرارات نتحدث أولا في هذا الشكل مقسم إلى ثلاثة أعمدة أولا الفئة ممكن تكون دور معلوماتي أو دور شخصي أو دور اتخاذ القرارات الدور نفسه ماذا يقوم المدير به والنشاط بالضبط ما هي أو بالتفصيل طيب نأخذ الدور الأول دور الدور المعلوماتي بنحصل أن المدير عبارة عن مراقب وناشر ومتحدث رسمي طيب الثلاثة أشياء هذه يقوم بعدد من الأنشطة فيها أولا باعتبار أنه مراقب يبحث عن المدير يبحث دائما عن التقارير والمعلومات في الأوراق العلمية والمؤتمرات وإقامة الندوات مع شركاء العمل وغيرهم أيضا عن طريق إرسال الرسائل سواء كانت ألكترونية أو رسائل عادية أيضا المكالمات التلفونية كل هذه الأشياء يجمع المدير فيها عدد كبير جدا من المعلومات ويعمل على نشر بسمينيتر أو نشر هذه المعلومات إلى داخل الشركة ويترجمها إلى العمال ويوصلها إلى الموظفين حتى يستطيع الاستفادة منها أيضا دور المعلومات أن المدير متحدث رسمي بإسم الشركة في بعض الشركات يتعاقد مؤتمرات صحفية مثلا أو تعمل مكاتبات أو اهتتاب أو غيرها يكون المدير هو راس الرمح أو تعمل الاندماج مع شركة أخرى وبالتالي المدير هو المتحدث الرسمي بإسم هذه الشركة طيب النوع الثاني الانتربيرسونال أو الدور الشخصي يتحصل أن المدير عبارة عن راس الرمح داخل الشركة وأيضا قائد وأيضا المدير هو مهمته باتصال مع الأشخاص الآخرين أو مع الشركات أو مع الشركاء الآخرين أو مع الدولة أو أي مورد أو مستهلكين يتحصل للمدير يلعب دور شخصي كبير جدا في الشركة أيضا دور اتخاذ القرارات يتحصل للمدير عبارة عن رجل الأعمال حتى لو ما كان مالك لكن هو عبارة عن رجل الأعمال لأنه يكون محتق بكافة القرارات الإدارية في الشركات الأخرى أيضا ومتابع ما يحدث في عالم الأعمال مع المنافسين وغيرهم من شركاء الصناعة أو شركاء العمل أيضا بتحصل للمدير هو مفاوض جيد جدا لأنه في بعض المرات في شركات تحصل فيها إضرابات ومشاكل وصراعات ونزاعات داخل وخارج الشركة بتحصل أن المدير هو مفاوض يعمل على حل هذه المشاكل أيضا المدير يعتبر قاذب للموارد بالتالي هو يتخذ قرار توزيع هذه الموارد داخل الشركة حسب الأهم ووضع الميزانيات وغيرها من الأدوار المرتبطة بجذب وتخصيص الموارد نتحدث عن الدور الشخصي بصورة أوسع دور المدير الشخصي هو توجيه وإشراف العاملين والموظفين لتحقيق أهداف المنظمة بصورة عامة بالتالي بتحصل المدير هو عبارة عن راس الرمح أو له جانب الصور الأكبر داخل الشركة الشركة دائما ترمز لها بمديرها طبعا في مدراء مشهورين جدا الآن على مستوى العالم يعني بتحصل الناجحين جدا في أعمالهم هؤلاء المدراء مهمتهم هو تحقيق أهداف المنظمة ومهمة المنظمة بصورة فعالة عالية جدا أهم شيء هو مراقبة أداء العاملين داخل الشركة حتى تتأكد من أنهم يؤدي أعمالهم بصورة صحيحة أيضا بحصل المدير كدور شخصي عنده دور الاتصال هو مهمة ربط وتنسيق أنشطة الأفراد والجماعات داخل وخارج الشركة الشركة هذه ترقوم من عدد من المنظفين لهم علاقات تتعاقض مع موردين أو مقاولين أو أي أجخاص آخرين أو أي شركة أخرى لإنتاج منتج أو تقديم خدمة محددة يتحصل المدير عنده دور الانتصال ويعمل على ربط هؤلاء كلهم وبعضهم البعض بصورة طيبة تحقق أهداف الشركة نأتي لنفورمولا الرول هو دور المعلومات وأن هذا الدور أو من الأدوار المرتبطة بالحصول على المعلومات طيب زي ما قلنا المعلومات ممكن تتحصل عليها من البيئة الخارجية للشركة ومن البيئة الداخلية أيضا للشركة بتحصل المدير هو عبارة عن مراقب ويعمل على تحليل المعلومات الواردة سواء من داخل أو خارج الشركة أو خارج بيئة الشركة ويعتمد على تحليل هذه المعلومات واتخاذا قرارا مناسب تجاه هذه المعلومات سواء كانت هذه المعلومات تمثل فرصة أو مخاطر لنسبة للشركة أيضا المدير يعمل على نشر هذه المعلومات داخل الشركة ويملك العاملين هذه المعلومات حتى يستطيع أن يؤثر على سلوك العاملين بصورة إيجابية مثلا الشركة تحصل على جائزة محددة أو زادة المبيعات أو أي شيء من هذه الأشياء التي ترفع الروح المعنوية العاملين متحصل للمدير هو عبارة عن ديسميليتر أو ناشر لهذه المعلومات أيضا متحصل للمدير هو عبارة عن متحدث رسمي ويستخدم المعلومات هذه استخدام جيد جدا بطريقة إيجابية حتى يستطيع الأفراد داخل الشركة يستجيب لها بصورة فعالة ويحقق أهداف الشركة وهداف المنظمة وهي تحقيق الاستمرارية والنمو والأرباح في عالم الأعمال نأتي للدور الأخير وهو الدور اتخاذ القرارات أو Decisional Roll الدور هذا من الأدوار التي يستخدمها المديرون في استراتيات التخضيط واستخدام الموارد المحدودة بالتالي بتحصل أن المدير عبارة عن رائد للأعمال وهو يحدد المشاريع أو البرامج الجديدة وفي ماذا يجب أن تستثمر الشركة أموالها وهو يحدد هذه الأشياء يعتبر هذا هو عبارة عن رائد أعمال أو جاذب للأعمال أيضا المدير يعالج الاضطرابات التي تحدث داخل الشركة خصوصا الاضطرابات والمخاطر غير المتوقعة بالتالي هو يتخذ القرارات المناسبة لتفادي هذه المخاطر أو تفادي هذه الاضطرابات والمشاكل أيضا المدير عبارة عن مخصص للموارد ريسورس أكوليتر هذا الشخص أو المدير يعمل على تحديد الميزانيات والموافقة بين الأقسام في تخصيص الموارد حتى سستطيع الشركة أنه تحقق أهدافها بصورة فعالة وصورة طيبة أيضا المدير بنحصل أنه مفاوض ميجا تيتر ويعمل على التوافق والتواهم بين أعضاء الشركة الداخل والعاملين والموظفين أو المشاكل التي تحضز مع الاتحادات أو الشركات الأخرى أو المساهمين حتى مرة في خلافات تحصل بين الشركة والمساهمين الدافعي أموال هذه الشركة يتحصل المدير هو عبارة عن مفاوض جيد جدا لهؤلاء الأطراف الثلاثة والعمل على التوافق والتواؤم بينهما لاستمرارية الشركة في أداء أعمالها وتحقيق أهدافها طيب نشوف الجزء الأخير وهو مهارات المدراء أو مالجر السكيلس أو المهارات الإدارية بالحص لدينا ثلاث أنواع من المهارات الإدارية التي يتمتع بها المدراء أولا technical skills مهارات تقنية و human skills مهارات إنسانية و conceptual skills وهي المهارات المقاهيمية ونستعرضها بشيء من التفصيل في الشرائح القادمة أولا المهارات التقنية technical skills وهي عبارة عن معرفة وغابلية الشخص لاستخدام الفعال لما تم تأهيله له لا يعملية أو تكتيك أو كل المهارات التي تشكل شخصيته بصورة فعالة وصورة طيبة تمكنه من أداء العمل أو الاحترافية أو التخصصية المهارات التقنية مقصودة هي المهارات التخصصية ودي على أقرب مثال لها هي المهندسين مثلا المحاسبين والدكاترا والمحامين وغيرهم من زوية التخصصات الرفيعة هذه تسمى مهارة تقنية بالتالي تحصل المدير دائما يمتلك مهارة تقنية فعالة جدا في مجال عمله تؤثر على سير العملية الإدارية لازم المدير يكون فاهم في طبيعة عمل يعني ما ممكن مدير مستشفى خاص يكون هو مهندس لا لازم يكون هو علاقة بالمجال الصحي أو الطبيب على الأقل بالتالي تحصل عنده المهارة التقنية اللازمة لإدارة هذه الوحدة أو إدارة الشركة بصورة طيبة المهارة البعدها هي المهارة الإنسانية وهي قدرة المدير أو الفرد على التعاون مع غيره داخل الشركة بصورة أو بشكل يشكل فريق عمل أو تيم ويرك إذا كانت له هذه القدرة على التعامل يسمى هذا عنده مهارة إنسانية ومن أهم الأمثلة لهذه الأشياء هي القدرة على إقامة علاقات شخصية بتحصل دائما المدير الناجح عنده علاقات شخصية كثيرة جدا داخل الشركة حتى مع أصغر الموظفين أيضا لديه القدر في حل المشاكل والتوافق بين أو قبول الموظفين الجدد أو الموظفين المقبولين بصورة أولية داخل الشركة بتحصل المدير بيحتويهم أو بصورة عامة عنده جانب إنساني أو شخص كريمة وشخص نطيفة يستطيع أن يندمج داخل الشركة بكل سهولة ومحبوب يعني من قبل العاملين هذه المهارة إذا وجدت في المدير أكيد ستكون لها أثر إيجابي كبير جدا على العاملين وعلى سير أداء الشركة بصورة عامة المهارة الثالثة هي المهارة المفاهيمية وهي قدرة الفرد على تحليل المواقف المعقدة ومعالجة المعلومات المتاحة وتفسيرها بطريقة عقلانية يعني يستطيع أن يتصرف في المواقف الحرية أو المواقف الصعبة تسمى هذه مهارة مفاهيمية يستطيع المدير أن يتأقلب مع أي وضع أو أي اضطرابات طارة تحصل داخل العمل ويكون عنده التفكير الإيجابي أو الخلاق للوصول إلى حل المشكلات ومثل هذه المهارات زي مثال لها توليد الأفكار العلمية والعملية في بعض المدراء عندهم القدرة على توليد الأفكار وأيضا تحليل المعلومات الواردة يعني في معلومات عبارة عن إنشاعات فقط بتحصل المدراء لهم القدرة العالية جدا على معرفة هذا النوع من الأخبار ولا يتخذ ضده أي إجراء وبعض المدراء يفسرون بطريقة عقلانية وطريقة منطقية بالتالي هؤلاء يكونوا ناجحين جدا بالتالي المهارات الثلاثة هذه المهارات المدراء هي المهارات التقنية والمهارات الإنسانية والمفاهيمية تشكل شيء مهم جدا في طريقة أداء المدراء للشركات طيب ما هي الأشياء التي تجعل المدير جيد وآخر غير جيد عندنا الـ Good Managers والNot So Good Managers ليس جيد يعني بالضرورة أو ليس جيد بصورة كاملة وعندنا مدير جيد طيب إذا المدير الجيد دائما يستخدم هذه الثلاثة المهارات المهارات التقنية والمهارات الإنسانية أيضا المهارات المفاهيمية نجد نستعرضها ونشوف ما هي الصفات المفروض توجد في كل مهار طيب إذا كان المدير جيد أكيد يكون عنده المهارة التقنية ويكون بروفشن أو متخصص في مجاله وفي العادة هذا يكون متمكن جدا من وظيفته أو يكون مبرز في شيء أكاديمي محدد أيضا عنده حسن النية وعنده الاستطاعة أنه يشارك كل معرفته مع أشخاص آخرين داخل الشركة يعني في مدراء لا يحب أن يشارك معلومات داخل الشركة مع أحد يعني يكون مستحوز عن المعلومات لحاله طيب أما المهارات الإنسانية تحصل للمدير دائما أنه منسق جيد جدا جيد جيد جدا أيضا يحب أن يدعم العاملين ويتحصل للمدير شخص ساحر جذاب كشخصية وفرندي ودود ونايس طبعا هو شخص لطيف جدا ويقيم الصداقات مع العاملين بتحصل هذه المهارات الإنسانية إذا كان المدير جيد يتنطبق هذه المهارات الإنسانية عليه طيب أما بالنسبة للمهارات المفاهيمية بتحصل أن المدير عنده القدرة على التفكير والتفكير المنطقي وأيضا يتحرك بسرعة دائما ويتحمل أيضا المزولية بصورة كاملة جدا إذا وقع خطأ هو لا يتهرب من هذه المزولية بل يتحمل هذا بالتالي يسمى هذا النوع من النوع المدراء بالنوع الجيد طيب عندنا المدير ليس جيد بالضرورة هذا النوع من المدراء بتحصل أنه المعرفة لديه ضعيفة جدا وغير شخص غير منظم وصعب التعامل معه وما بتحصل دائما في مكتبه بتحصل دائما خارج المكتب ويتحدث كثيرا ولا يعمل كثيرا وتحصل أجر دائما عالي وغير مسؤول وكير لسنسان غير مهتم أيضا ليس لديه القدرة والقابلية على العمل مع الفريق ولا يهتم لأمر الشركة ولا أعضاء الشركة أو العاملين داخل الشركة هذه الصفات تمثل المدير الجيد والمدير غير الجيد طيب نستعرض هنا بعض الأخطاء التي يقع فيها المدراء أو اخطاء يقع فيها المدراء أولا بتحصل أنه في بعض المدراء غير حساسين في جاه الآخرين يعني بتحصل هو أنا وحب نفسه فقط وإذا حصل عامل غلط طبعا على طول يطبك فيه اللوايح والخصم والرفض وشام مثل هذه بالتالي لا يقدر الظرف أي شخص آخر هذه من الأخطاء المهمة جدا لماذا لأنه إذا أخطأ يوم من أيام برضو أكيد الناس لا تقيف معه أيضا يتحصل في بعض المدراء أنهم عندهم ثقة مفرطة أو الغرور زايد يتحصل أنه مغرور جدا بمظيفته أو مغرور جدا بشخصه هذا النوع من المدراء لا يجي التعاون من العاملين وأكيد العاملين هو ينظر للعاملين من نظرة الدولية وهم يدرون ويعرفون هذا الشيء بالتالي يتحصل للروح المعنوية مخط جدا للعاملين وهو مكروه بالنسبة لهم ولا يستطيعون أن يعملون بصورة فعالة داخل الشركة أيضا يتحصل بعض المدراء عندهم خيانة للأمانة أو يسرقون الشركة أو يخصصون الموارد لمصلحاتهم الشخصية أو عندهم المحابة أو عمل لوب داخل الشركة من عدد من الأشخاص يستولون على موارد الشركة ويستفيدون منها لحساباتهم الخاصة أو لأعمالهم الخاصة بالتالي هذا يسمى خيانة أمانة أو عدم أو ثقة مخفضة جدا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص داخل العمل وبالتالي هذه هي من الأخطاء الرهيبة أيضا بالحص لبعض المدراء عندهم الإفراط في الطموح يعني لا يقدر إمكاناته ولا يقدر إمكانة الشركة بصورة طيبة وبالتالي هذا الشي خطير لأنه يتخذ ممكن يتخذ قرار طويل المدى أو قرار باستثمار معين وتخسر الشركة لأن إمكاناتها لا تتوافق مع هذه أو مع طموحات المدير الذي يتخذ هذا القرار الخاطئ أيضا تحصل في بعض المدراء عندهم مشاكل في أداء الشركة أو ما لا يستطيع أن يتعامل مع المشاكل التي تواجهه في عالم الأعمال داخل الشركة أو خارجها بالتالي هذه من الأخطاء المهمة جدا لأن المدير غير ملين بعمل وبصورة كاملة أيضا في بعض المدراء عندهم أوبرميني أو عدم تفريض السلطة لشخص آخر أو بحبة المركزية أو ما لا يستطيع أن يبني تيم ويرك أو يبني فريق للعمل من قوة من عدد من الأشخاص داخل الشركة يحب أنه يركز السلطة كلها في يده فقط ويعمل على تركيزها ولا يفوض السلطة لشخص آخر هو يحب المركزية تسمى هذه المركزية والمدير الناجح عنده برضا اللامركزية بالتالي هذه من الأخطاء الشائعة جدا لا أيضا لا يستطيع الإدارة من الأصطافة والموظفين بصورة فعالة وأيضا يحصن المدير غير قابل للتفكير الاستراتيجي وغير غادر على التكيف مع مديره فعالة كلمة مدير ما شرط يكون مدير الشركة العام ممكن يكون مدير القطاع محدد أو مدير فرع أو مدير قسم داخل الشركة بالتالي عنده مدير هو نفسه شخصا أيضا عنده شخص مشرب عليه في هذه الحالة بتحصل أنه لا يستطيع أن يتعامل مع شخصية المدير في اختلاف بين الاثنين في الألماط الشخصية أيضا في بعض الأخطاء التي يقع فيها المدرة هو الاعتماد الكامل على المحامين والمرشدين أو عنده بطانة داخل الشركة يستشيرهم في أي شي هذا يسمى مدير فاشل يملك قراره ويستطيع أن يتخذ القرارات بصورة مباشرة بدون الاستشارة أو بدون سؤال أي أحد خارج أو داخل الشركة فيما عدا الأشياء الفنية الخاصة بالشركة طيب استعرضنا فيما سبق الأخطاء التي يقع فيها المدراء نأتي ونتحدث عن What make manager successful ما هي النقاط التي تجعل من المدراء ناجحين أولا من هم صفات المدراء الناجحين هو العمل بجهد العمل الشاق بتحصل المدير دائما موجود داخل الشركة ويستطيع أن يدير العمل بصورة كفة وفعالة ومجتهي جدا في عمله وهذا هذا النوع من أنواع المدراء بتحصل له القدرة على اكتساب المعرفة ويطور نفسه واكتساب المهارات الجديدة وبتحصل دائما مشغول ودائما في حالة اندفاع وتطور ولديه طموحات كبيرة جدا لتحقيق أقصى درجة من الاستفادة من وقته وتطوير أنظمة الشركة أيضا بيتحصل أن المدير عنده قدرة عالية جدا على الصبر وبالتالي ويستطيع أن يبني علاقات تعاونية كبيرة جدا داخل وخارج الشركة هذا النوع من أنواع المدراء طبعا ناجح جدا في أداء عمله باعتبار أن هذه العلاقات توفر عليه جهود كثيرة جدا وتمده أيضا بالمعلومات يعني معلومات يستفيد منها في مجال عمله وفي تطوير شركته باعتبار لأنه عنده علاقات واسعة جدا سواء داخل الشركة أو خارج الشركة مع الشركات المنافسة أو شركات أخرى في نفس المجال أو مثلا موردين ومساهمين أيضا حتى العملاء يعني في عملاء ماثرين جدا على الشركات يشترون من الشركات بصورة كبيرة جدا مثلا عبداللطيف جميل مع تايوتا أكيد هذه شركة تايوتا باعتبار هي أكبر موردين سيارات تايوتا في منطقة السعودية والخليج بالتالي علاقات تكون طيبة جدا مع بعضهم والبعض هذا مثال فقط أيضا من أهم صفات المدير الناجح هو التفكير خارج الصنقوب أو يفكر دائما بطريقة مختلفة من المدراء التقليديين ويسبق الأحداث وعمل على استفادة من الفرص والمخاطر يتجنبها بالتالي يجنب شركته كثير من المشاكل أيضا بتحصل عنده المثابر والحزم يعني لا جيأس وصبور جدا ومثابر وحازم في نفس الوقت يطبق القوانين في المواقب التي تحتاج صب وتحتاج حزم بالتالي هذا النوع من أنواع المدراء ناجح جدا في طريقة أدائه للشركات أيضا بتحصل المدير أنه سمارت ويرك أو يعمل بطريقة زكية أو بصورة زكية لا يعمل بالطريقة التغليدية أو يعمل على تخفيض أوقات المهام ويختصر بعد المهام في مهمة واحدة مثلا بدل ما تعمل خمسة إجراءات ويمكن تعمل إجراء واحدة أو إجراءين فقط بالتالي هذا المدير لديه أيضا الوعي الأخلاقي الوعي الأخلاقي مهم جدا في عملية دارة الشركات لأن بعض الشركات تعمل أخطاء رهيبة جدا مهم تضر الإنسانية بالتالي كل هذا يعتمد على أخلاق المدراء أو المدير الشركة المدير الناجح لديه وعي أخلاق عالي جدا تجاه نفسه وتجاه العاملين وتجاه المستهلكين وتجاه المجتمع الذي تعمل فيه الشركة أو تمد الشركة المجتمع بالخدمات والسلع بصورة جيدة وكفاءة عالية وجودة تلبي طموحات هؤلاء الناس بالتالي هذه الصفات الأربعة هي تشكل عناصر قوة وعناصر نجاح بالنسبة للمدراء الناجحين نستعرض في هذه الجزية كيف تغيرت وظائف المدراء في العصر الحالي يعني كيف تغيرت جرس جرس جوب تغير طبعا في عدد كبير جدا من العوامل أدى إلى تغير وظائف المدراء في الشركات ومن أهم هو الأهمية المتزايدة بالنسبة للعملاء والمستهلكين في اعتبار أن العملاء والمستهلكين هم رأس الرمح في عمل الشركات كلما الشركة عملت على استهداف طموحات وتلبية رغبات المستهلكين وتلبية أزواقهم المتزايدة والمتغيرة كلما نجحت الشركة في أداء عملها بالتالي أهمية العملاء هي بمثابة رأس الرمح لعمل أي شركة لماذا؟ لأنه تعمل إما منتج أو خدمة تستهدف المشتري أو العميل أو المستهلكين لهذه السلع إذا لم يكونوا راضيين عن هذه السلع بالتالي المرة الجاية لا يشتري منك إذا لم يشتري منك معناه أنت خسرت مبيعات أقلد وحتطلع الشركة من عالم الأعمال بالتالي تلاحظ في شركات السيارات وشركة الجوالات دائما تصنع على أشياء حسب الرغبة المستهلك ويجمع معلومات كبيرة جدا عن المنتج الحالي ويعمل عمل على تطوير هذا المنتج في المستقبل القريب ليلبي هذه الطموحات بالتالي منحصل أن العملاء هم السوب الرئيسي لوجود الشركات أو وجود المنظمة المنظمة محتاجة للعملاء والعملاء ليس محتاجين للمنظمة لماذا؟ لأنني لا أستطيع من غيرك أنت كشركة بالتالي أنت تضررت أما أنا كعميل لا أستطيع كثير سأرى أي شركة ثانية مثلا شركة أبل وقفت إنتاجها بالنسبة للجوالات أكيد الناس ستشتري من سامسون أو من هواوي أو من هورر أو من نوكي أو من أي شركة ثانية الخسران من في هذه الحالة خسران الشركة أبل بالتالي العملاء هم الأساس العملية الإدارية داخل الشركة بالتالي الشركات تعمل أكسام خاصة بإدارة علاقات العملاء ومزئولية العملاء أو خدمة العملاء هو مزئولية الشركة فكل من المدير إلى أصغر موظف وليس مزئولية المدير فقط بالتالي تحصل كل الشركة اهتماما منصب على تقديم خدمة أو منتج يناسب أو يلبي طموحات هؤلاء العملاء بصورة طيبة بما يضمن معه عملية زيادة المبيعات والشراء وبالتالي زيادة الأرباح إذن نخلص إلى أنه عملية خدمة العملاء أو جود خدمة العملاء وتقديم منتج جيد هي أساسية للبقاء الشركات في عالم العمال أيضا عندنا موضوع اختراع أول لقيام التطوير مثلا التطوير الشركة لمنتجاتها والقيام بالأشياء بشكل مختلف والاكتشافات الجديدة وعمل أو تعمل مجاسفة يعني تعمل منتج جديد وتتحمل المخاطر في بعض المخاطر ممكن تؤدي لك إلى نتائج أو إلى أرباح كثيرة جدا والرباح مغرية بالتالي في هذه الحالة يجب على المديرين تشجيع الموظفين على أن يكونوا على أعلى دراية بفرص العمل والابتكار وتنويع طرق العمل للوصول إلى الرضاء العملاء في النهاية بتحصي كل هذه العملية وكل هذه المخاطر هي تؤدي إلى أن الشركة تبغى ترضي العملاء باعتبار أن العملاء هم أساس العملية الربحية في الشركة وتسرب العملاء من الشركة إلى شركة أخرى تعتبر شيء خطير جدا وممكن يعتبر قاصمة الظهر بالنسبة للشركة في نهاية المحاضرة نتحدث عن ما هي المكافآت والتحديات كونك تكون مدير أو للمدراء عندنا عدد من المكافآت وعدد من التحديات كونك تكون مدير طبعا إذا كنت مدير في شركة أكيد حتى عملك مثير جدا وتتعرض لضغوطات كبيرة جدا وأيضا ممكن تتعرض لعدد كبير جدا من النجاحات باعتبار أنك رأس الرمح أو الداعم الأساسي للعملية اللدارية داخل الشركة بالتالي يتحصل أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بغدر عالي جدا من السلطة والمزولية داخل الشركة ويأخذون أيضا الفرص على محمل الجد باعتبار أنه الفرصة ممكن تشكل ربح عالي جدا بالشركة أيضا استطيع المدير أن يدعم ويساعد الموظفين في أداء أعمالهم تعتبر هذا شيء جيد يعمل على تطوير الشركة بالتالي بتحصل عدد كبير جدا من العاملين داخل الشركات يمدحون مدراء بعينهم باعتبار أنهم يمثلون الداعم الأساسي بالنسبة لهم وأيضا الوظيف وظيفة المدير يتوفر لك وضع اجتماعي جيد جدا وأيضا توفير لك المخصصات بالنسبة لوظيفتك سيارة ومنزل مثلا وأيضا جود سلري أو راتب جيد تستطيع أنك تعمل على التأثير على عدد كبير جدا من العاملين زي ما ظاهرة اليوم في عدد من المدراء يجيبوهم في برامج تلفزيونية ومؤتمرات مثل مدير فيسبوك أو أمازون أو جوجل أو أبل ستيف جوبس وغيرهم من المدراء أو من مؤسسين الشركات المشهورين كل هذه تعتبر مكافآت كونك إنك مدير أما التحديات التي تقابلك في عالم اليوم طبعا إنك تتعامل مع العمل الشاغ جدا وفي جنسيات كثيرة جدا داخل العمل بتتعامل معها إضافة إلى في فوضوية في مشاكل كثيرة جدا متحصل في العمل تعمل على حلها بصورة فعالة طيب نكون خلصنا المحاضرة استعرضنا فيها تعريف دارة الأعمال وأيضا تحدثنا عن أنواع المدراء والمنظمات وعرفنا التحديات كونك تكون مدير وغيرها من ما تم استعراضه أتمنى لكم التوفيق والنجاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر